تدعيات مؤتمر فيينا على العلاقات الجزائرية الإنجليزية السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات المطلب الثاني تدعيات مؤتمر فيينا على العلاقات الجزائرية الإنجليزية في هذه الظروف أصبحت فيها الدبلوماسية الأوروبية مهيئة للقيام بعمل مشتر ضد الجزائر انطلاقا من أفطار سيدني سميث اجتمعت الدول الأوروبية لإيجاد حل المشاكل المطروحة حول الحدود التي كانت تمثل عائطا للوفاق الأوروبي وإعادة السلام للقرى الأوروبية حضر المؤتمر الحلفاء الأربع وهم إندليترا وروسيا وبوروسيا والنمسا فمثل إندليترا لورد تاست ليريث ثم عوضا بالدور والينيرتون واللورد تاثير ثم عوضا باللورد تالو تارتي واللورد ستوارت ومثل بوروسيا الأمير هامبولد والبرون دي هامبولد ومثل روسيا القيصر الإستاندى الأول والطرون تراصمه فاستي والطرون دي ستاة تيلبر والطرون دي ناسرود أما رابع الخلفاء فلقد مثله الأمير ديماتريند والبارون واصنبرد إضافة إلى الدول الأربع التي انتصرت على نابوليوم حضرت المؤتمر فرنسا التي قبلت بالوضع الراهن الجديد وقد مثلها تاليران والدورد دالبرد والتونت ليزيس ناديار والاتوريبان والتونت الكاسي ديالي وسمح للدولة العثمانية حضر المؤتمر ومثلها الباشا مافروجي افتتح تشغل المؤتمر في ظروف عمتها الفوضى في أول نوفمبر 1814 ميلادي وقد أدرى جاظمنا بغنامجي محورا لا يمت بصيلة القضايا التي عقد المؤتمر من أجلها وقد تحول هذا المحور إلى قضية هام شدة انتباه المؤتمرين وترقست جلساتهم حولها وهذا المحور هو قضية استرطاق المسيحيين في يالات شمال إفريقيا التي أرسقت بها تهمة القرصنة وبذلك أهملت قضية استرطاق السود الأفارقة بعد أن يتخذها في بادي الأمر ولم تكن قضية استرطاق المسيحيين ومسألة القرصنة في المغرب العربي غريب على المؤتمرين لأن سميث كان قد بعث بمذكراته المعروفة إلى حتومات دول أوروبا كما أثيرت هذه القضية في مؤتمر فيينا من قبل سميث نفسه عندما أعاد طرح أفطاري على المؤتمرين أين وجدت أذانا صغية في المؤتمر بل شجع التول صاحبة في مسعاه للقضاء على القوى البحرية الجزائرية فقد رأى المؤتمرون في موقف الجزائر سبب الألام التي يلاقيها الأوروبيين في حوض المتوسط مما يتوجب حسب رأيهم القضاء على الجزائر وتخليص الأوروبيين من شرورها وبذلك وجد سميث من تبني أفطاره في المؤتمر ويعطيه نفسا جديدا ولقد كان في طالعة المتبنين لموقف سيدني سميث تنظيم فلسان يوحن الذي مثله في هذا المؤتمر وفدان وخلال إنعطاد المؤتمر كان بعض المؤتمرين يسربون أخبار تاذبة لزيادة تعليب المجتمعين ضد الجزائريين ومفادوه أن الديقد أمر تراصينته بإلقاء القفض على نابوليوم وأخذه إلى الجزائر إن أمتنى ذالته وانتهت أشغال مؤتمر فيينا بتحرير محظر في التاسع جوان 1815 ميلادي وطرحت فيه القضية الجزائرية في شكل مشكلة تخص أوروبا وهذا ما أتدى الفترة العامة لدى المؤتمرين بعد أن بات القضاء على الجزائر أنبالغ الأهمية يتوجب تنفيذه في أطابورت وبذلك فتح مؤتمر فيينا الأبواب على مسرعيها للساس الأوروبيين لعرض مؤتمرات أوروبية أخرى كمؤتمر إرسلا شابيل تكون فيها القضية المذكورة إحدى المحاول الأساسية التي تجتمع حوله تلمة الأوروبيين اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد المترجم للقناة